قبل كم يوم سيرت على واحد من العيال باستراحته ويوم دخلت اللي عنده رجال مسير الرجال هذا انا والله ما اعرفه ولكن تعطونه كذا عمر اللي بول الخمسين باخل الاربعين سوال فهو تدخل القلبة النوع اللي لا سلفت معه مرة تحسنك تعرفه من زمان الوكاد الرجال خوينة هذي اللي أنا مسير عليه ما اعرس له الحين ولكن شكله على وجه زواج كأنه يطري وكذا فأم فتحها الموضوع جاسنا نسلف فالرجال هذا اللي مسير يقول لخوينة يقول الظاهر لو تدور الدنيا كله ما تلقى لينصحك نصيحة عن الزواج تنفعك مثلي فقال خوي ليش قال لي انينا تزوجت ثلاث مرات تزوجت مرة طلقت والثانية وطلقت وتزوجت ثالثة حين ام عيالي لي 12 سنة معه والحمد لله مبسوط ومرتاح حتى خوي انا يوم دري بالمعلومة كأنه انصده مشوي اول مرة يدري ان خويه هذا متزوج ثلاث مرة عادش يقول يا رجال هذا يقول اول ما نويت الزواج قل جيت لهم خواتي وانا امي الله يرحمه متوفي وانا صغير فما لي الا خواتي جيت لهم خواتي قلت لهن يا خواتي ينقص لنشينا قال ان لا ما شاء الله عليك رجل ما لي انتهابك قلت يعيب انشي قال ان لا قلت اجل ابيكن دوريلي بنت طيحة طير من السماء ابي ملكة الجمال ابي المرة التي لم يخلق مثلها في البلاد قال ان ابشر يقول دوريلي اللي قال لي بنت الحلال اللي طقيت بابهم وخطبته وفعلا وافقه ودخلت عليها وعشت معه سبع شهور يقول البنت ما هي مزيونة اللي بعده يقول ملكة جمالية بشكل لا يوصف يعني شكليا العيب الواحد ما هو با يقول ولكن شفت لي ناس متكبرين شفت لي ناس متغطرسين رافعين خشومهم لكن سبحان الله مثلها كلمرة الله يستر عليها ما شفت يقول ابد يا سبحان الله يقول حتى من كبرته الانوثة ما هي با يقول تخبرون الابتسامة اللي ممكن تحرك شعورك شوي النظرة نظرة الانثة اللي ممكن تحرك عواطفك هذي ما تملكها نهائيا يقول عشت معه اسوأ سبع شهور عشتهم بحياتي يقولوا سبحان الله عافتها نفسي وطلقتها يقول يام طلقتها يا مره انا شبه معدوم ماديا يقول فعلا تكلفت بزواجي الاول كلفت ماله داعي يقول وفوق هذا هيب هالسبع شهور كلتها انا اكل بشكل غير طبيعي يقول يام طلقتها خلقت لي كم شهر يقول مرماش ما اقدر والله اعيش الحالي ابي العرس يقول انا اجل اخواتي قلت اسمعا ابي موظفة دور اللي موظفة لو تجلس ان سنتين انا ماني متزوج اللي موظفة لو بس تشيل نفسها عني وتشيل مصاريفها عني اغتني اني ما اقوى واني علي قروض وعلي ديون ولا اقوى والله على المعيشة بالحياة السوجية يعني فلذلك ابي موظفة يقول فعلا دور اللي جسل فترة يدور لين جنن قالوا فيه موظفة مطلقة ووظيفتها كده ووضعها كده ونعم باهم وقلت ابت تقدم يقول فعلا خطبناها ووافقها ودخلت عليها يقول اول موقف صار بيني بينها المرة يقول انا يقولها مطبخ عندي بدون استارة نافذة ولكن ما ركبت استارة يقول دخلت البيت الا المطبخ به استارة فيقول صوتت لها قلت من هو اللي مركبنها استارة استوغانها هذا قصدي يقول قلت انا اللي مركبتها ومن حلالي ما من حلالك شي يقول كده ردت علي بهالاسلوب يقول يعني عدة لافعتها نكف يقول سبحان الله منها كل لحظة يقول تقل عافتها نفسي بس اني طالع من تجرفاش له ومطلق فاقلت بقى اصبر وتحمل لعل الله يكتبه الخير يعني يقول وعشنا احس انها ما هي محتاجتها نبد ما هي بحاجتي مطنشتا يقول ما كده يا الله يا الله عايشي يقول حد الايام كنت مداوم وهي بجازة يقول رجعت من الدوام للبيت الصبح يقول رجعت بفتر وقلت ما اصلي الظهر وبرجع للدوام يقول يوم دخلت البيت اللي مهيبه يقول واصوت بالبيت اللي مهيبه يقول انا ارفع الجوال وادق عليها قالت هلا قلت وين انتي قال طالعي هنا كتيه وين طالع قال طالعي هنا اشتبي شوون شابي انا جيت للبيت وادوام انتي به وين انتي قالت يلا يلا جاية جاية البيت اللي اجيت علمك طق يقول يقول يوم فاحت سبدي بغيت اموت يقول بغيت اموت فعلا يقول تحريتها على جمر بالبيت اللي انجت يقول يوم اتخرت وين انتي قالت رحت المكتب استقدام يقال قالت مكتب استقدام على طول ما طرع على بالي الى شغالة يعني اشتبيين به مكتب استقدام قالت قدمت على سواك شلون قالت قدمت على سواك مع من رايحة طيب قالت رحت مع السواقين ابو عشرة شلون ولا ما هو مع حد اخوان قالت لا لا كلمت لي سواك خليت رقب من خويتي ومره انه رحت ليش تبي ابي اجيب لي سواك من حلالي وابي راتب وانا اللي بادفعه وانا اللي باشري لسيارة ما من حلالك شي ابن حلال انك شربي يقول كده بهالسلوب يقول انا عشان ما اذبحها عشان ما ارتكبه جريمة قلت له لفي اغراض يقول انا طلقه عسى الله يسترعين وعاليا عادي ام قال الله يسترعين وعاليا قلت انت خليت بها الله يسترعلي الوقات يقول انا جسي سنة ما عرص يقول عزوبي يقول انا جبعت سنة مرماش شكلا وابسط العوائل ماديا قال انا بشربات سننخطب لك هالنوع هذا هو السهل الله يجزاك خير من اول يقول وفعلا يوم جا من بات وفجينا احد اخواتي قال بيتا فلان عنده ما كالبنت اللي باذن الله نهت ناسبك يمرنا بيتا فلان يقول عارفهم منح ليلهم ونعم يقول تجل نسمي بالرحمن يقول نخطب يقول احلي 12 سنة معي منها بنتين ولد او والله قال ولدين وبنت يقول قسم بالله لو ادخل البيت جاي من الدوام معي جحة يقول معي جحة تقول جايب الله الارض وما فيها يقول قسم بالله يا فرحة بعيونه انه تسوى الدنيا وما يقول لو افاجأ بسفرة المكة عمره يومين يقول قسم بالله عدي معطيها الجنة فيقول الخوينا دور البسيطة اللي اهله بسيطين لا الدور الزين ولا الدور المادة طبعا كلامه هذا ما ينطبق على الجميع واكيد لكل قاعدة شواث واكيد التعميم لغة الجهل يعني ولكن ما ادري وش رايك منتم هالكلامه فيه نوع من الصحة ولا لا شكر للاستماعكم وعذركم على ايطالة والله يأطيكم العافية